مسال خيالة كل مشاهدين منصة كوليس مع حلقة جديدة من برنامج مع عبد الله وبهيدي الحلقة رح نبدأ بتصريحات ايمن زيدان اللي حكي فيها عن علاقته السابقة بنورمان اسعد زوجته اللي اتزوجها مرتين ثم انفصل عنها وانجب منها الابن الوحيد اللي جمعتهم واسمها جودي وهي تقيم مع نورمان منذ سنوات طويلة والاثنان بذاكرة المشاهدين لانه نقدموا يوميات جميل وهناء وقالوا جميل قالوا هناء وعدد من العمال الدرامية لكن تحديدا هدان المسلسلان اخترقاء الذاكرة العربية ولهلأ بنتذكر بيرجعونا هيك بيحسسونا بحنين للأيام الجميلة أيام الطفولة أيام ما كانت مجتمعاتنا وأوطاننا فيها سلام أكتر ما كان فيها حروب ما كانت العائلات مشتتة ما كان كل فرد من العائلة بمكانه وبمنطقة تانية كان تجمعنا هالمسلسلات يعني نكون عائلة صغيرة هاك أو كبيرة ننجمع كلنا قدام شاشات التلفزيونات الضخمة أيام التسعينات اللي بيجي إلها هاك ضخامة كتير كبيرة من وراء مش نحيفة يعني مثل هلا وكنا نتابع هيدا المسلسلات كرمال هاك يمكن منحب أنه دايما نشوف هود الأبطال مع بعض ودايما أي بطلان بينجحوا كتير بأي مسلسل بيضل المشاهد بباله أنه بدوا يجمعهم بعلاقة حب يعني حتى لو عبر إشاعة بدوا يطلعها أو عبر شائعة بدوا يحاول يجمعهم بأي طريقة كانت بدوا يجوزهم وبدوا يخليهم يجيب أولاد عشوي وشو ما بتكون كرمال هاك العالم اللي هلأ بيقولوا يارات هناء كملت مع جميل أو يارات نورمان أسعد كملت مع أيمن زايدان أيمن زايدان خلال إطلالته مع محمد قيس عبر منصة المشهد كان لقاء جميل جدا بكل المقيس وهو إنسان قارئ مثقف مطلع غير بخيل بكيفية تزويد الآخر بما اكتسب من خبرات بما اكتسب من رؤى لهذه الحياة ولهذه المهنة كريم جدا بمعلوماته تشعر بأنك تستمع إلى فيلسوف في بعض الأحيان اكتسب الكثير في حياته من معلومات عكل حال أيمن زايدان قال إنه نورمان أسعد لم يحب نورمان أسعد ولا أي امرأة تزوجها هو تزوج لعدة مرات لأنه برأيه الحب الحقيقي إذا بدوا ينوجدوا الحب الذي يستمر هو الحب اللي بينتصر على كل المشاكل وبيكمل للرمق الأخير وهنا نتحدث عن اختلاف التصريحات لأنه إذا بنرجع للأرشيف منلاقي أنه أيمن زايدان لما كان متزوج من نورمان أسعد أيام تصوير يوميات جميل وهنا بالسبعة وتسعين كان يحكي عنه وكأنه الحبيبي القادم من بعيد المعشوقة الإمرأة التي يجن أو يجن بها ولا يستطيع أن يعيش من دونها فعليا كان دايما يعبر عن حب كبير جدا لنورمان أسعد حسب ما اطلعت على مقالات ومقابلات لأنه كانت تنحط بالجرائد الورقية أو بالمجلات الورقية رزق الله لأيام قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتضرر مهنة الصحاف الورقية أكيد من بعد ما انفصلوا رجعوا إلى بعضهم وهنيك نورمان أنجبة الطفلة اللي جمعتهم واللي اسمها جودي وكمال رجع أيمن قال أنه اكتشف أنه ما في يعيش من دون نورمان أسعد كرميل هيك رجع له وفي صور جميلة بتجمعهم بتبين أداكن خليني أقول أداكنوا بحبوا بعض أو عم يقنعون أنهم بحبوا بعض خلال هذه الفترة لأنه أوقات بتشوفوا ثنائيات لما بيكونوا متزوجين يعني حتى قبل مواقع التواصل لما تكون الصور تبعون بتنزل على الجرائد بتشوفون كتير بوضعيات حميمية بوضعيات رومانسية بتحسون أنه فعليا كتير بحبوا بعض يعني فعليا بتحسوا كتير في تقارب عاطفي بيناتهم وفجأة بتلاقونوا مفصلوا كل واحد راح لحياته وفترجع بتطلعوا على الصور القديمة بتقولوا طيب ما كانوا بحبوا بعضهم كتير يعني الطريقة اللي عم ينظر فيها لإله وهي كيف عم تنظر لإله يمكن لأنه نحنا قوفياء جدا حتى بالحب بنعتبر أنه إذا أي حدا فات بأي علاقة لازم يكمل فيها يعني بنلاقي لأ في أشخاص آخرين بيقولوا لأ في ظروف أخرى حكمت علينا أنه ما نكمل عكل حال أيمن زيدان قال أنه مصد ما حبة لنورمان أسعد ولا أي إمرأة أخرى ناقد نفسه ناقد التصريحات السابقة من بعد ما نورمان طبعا كملت حياته وتزوجت أحد أهم السياسيين أو خليني أقول السياسيين الدينيين العراقيين وهي تقيم معه في الأردن وأنجبت منه أربع أبناء وبنت جودي من أيمن زيدان ضلت مع نورمان أسعد وجودي لا تلتقي والدها كثيرا لكنها ليست منقطعا ويعني ممكن يكون في اتصالات من بعيد لبعيد لكن ما بتشوفه بشكل دائم والدليل أنه بعزاء عم شادي زيدان الله يرحمه جودي ما حضرت وبزواج خية حازم زيدان منذ أيام كمان ما حضرت الزفاف فهو مؤشرين بدلوا على أنه هي بعيدة نوعا ما عن محيط العائلة ومحيط أبنائه عم نحكي عائلة الأب يبدو هي أقرب إلى عائلة الأم وإلى زوج الأم يعني اللي يبدو أنه هو قدر يحل بمكان الوالد بشكل كامل إذن نحن نتحدث عن كمان لما حكي عن جودي أنه هي علاقتها جيدة بأخوتها ما حضرت زفاف خية أكيد في ظروف هون لكن أنه هيدا بيثبت يمكن أنه البعض بيقوله جفا والبعض بيشتت العلاقات الإنسانية والعاطفية يمكن لأنه هي بعيدة من وقت ما خلقت مع أمها ما كانت تشوف بيا ما كانت تشوف إخواتها كتير فهيدا يمكن بيخليها تكون أقرب إلى جهة أولادها من أمها اللي عيشت معهم لفترات طويلة جدا وظلت معهم لفترات كتير طويلة على كل حال رغم هيدا أو هيدا الجدالية وبعدنا شفنا أو بعد شفنا عالم عم بيكتبوا يا راتب يرجعوا يا راتب يعملوا جزء ثالث من جميل وهنا هذه فرضيات مستحيلة نحن نتحدث عن من 2001 أو 2002 لل2024 22-23 سنة على عرض الجزء الثاني من جميل وهنا نورمان أسعد اعتزلت صار عنده حياته صار عنده أبناء اللي صاروا شباب بأيمن زايدان أكيد كبير بقيمته لكن كمان صار أكبر من السابق فأنه فرضية يكونوا موجودين أو يجي حدا يلعب دورها غير نورمان أسعد ما حدا حيقبل ما ممكن حدا يقبل أنه غير نورمان أسعد تلعب هيدا الدور أو تحل مكانها لأنه نورمان إلى خصوصية إلى موقع خاص جدا بذاكرة المشاهدين تحية إلى نورمان أسعد اللي اشتقناله وتحية إلى الفنان القدير أيمن زايدان وهون الخلاصة اللي بدأ لكم ياه قبل ما انتقل الموضوع التاني أنه أحيانا قناعتنا بالحياة بتتبدل أفكارنا وكيفية تعبيرنا عن مشاعرنا مشاعرنا هي ذاتها يمكن بتتبدل بتتغير بتنضج بتأثر عليها ظروف إذا ما كانت قوية إذا ما كانت متجدرة كرميل هيك أنتوا إذا بتراجعوا حالكن تحديداً اللي كانوا بعلاقة وصاروا بعلاقة تانية أو كانوا بما كانوا وصاروا بما كان تاني بالحياة إذا بتعملوا مقارنة بتحسوا أنه أفكاركن تغيرت تحسوا أنه كنتوا تفكروا شي ستوا تفكروا شي تاني وهيدا طبيعي تجارب الحياة مرور العديد من الحقبات اللي بتعيشها بحياتك المراحل تراكم هذه الخبرات عبر هذه المراحل بتغير طريقة فكرك أو كيف بتنظر للأمور وأيمن زايدان هلأ بيحكي بطريقة كتير مختلفة عن الطريقة اللي كان يحكي فيها من عشرين سنة هيدا موضوع الموضوع الثاني حديثه عن الأعمال التركية المعربة إنه هو قبل بمسلسل العميل لأنه حاب يجرب هالنوعية من الأعمال المعربة عن المسلسلات التركية ولأنه كمان عنده سبب اقتصادي يعني هو بحاجة لأجر عالي وهيدا الأجر اللي بتقدمه الأعمال التركية المعربة القائمين على الأعمال التركية المعربة ما بيتقدم بالأعمال السورية البحثة وطبعا نحنا كلنا بنعرف أنه الإنتاج السوري تراجع لفترة طويلة خلال الحرب القاسية اللي صارت بسوريا الممثلين ما بقى يتقادوا أجر كالسابق الليرة السورية نزلت كثير قدام الدولار صار في عدة ظروف اقتصادية أثرت على حياة ووضع الممثل السوري ونحنا بيأسفنا نشوف فنان كبير مثل أيمن زيدان طالع عم بيحكي أنه أنا قبلت عمل كرمال المصاري وقبل العميل قبل باب الحارة المشاركة بهذا المسلسل الناجح والشهير جدا رغم الانتقادات تحديدا بالموسم السادس لسبب اقتصادي والدليل أنه الحرب جدا أثرت على السيد أيمن زيدان وعلى وضعه الاقتصادي لأنه منزله دمر بالكامل يعني منزل أيمن زيدان دمر خلال هذه الحرب وتعرض لعدة مقاذق مادية فبالتالي أيمن زيدان بيأسفنا يطلع يقول هكي أنه لسبب اقتصادي لكن بذات الوقت ضو على نقطة كتير مهمة أنه أحد أهم الأسباب اللي عم تخلي الممثل يروحها للأعمال التركية المعربي هو الأجر العالي اللي بيعطيه المنتج للممثل هيدا بيعني أنه فيه اهتمام كبير من المنتجين أو القائمين على الأعمال التركية المعربي على أداء الممثل لأنه نحن بنعرف أنه الموظف لما بياخد أكتر من راتبه أو بياخد حوافز بيتشجع يقدم أداء أفضل هيدا تقدم الحوافز المادية بالدول المتطورات تقدم للموظفين لكي تتحسن الانتاجية اللي عم بيقدموها بعملهم نحن بأوطاننا ما كتير بيعتمدوا هيدا السياسي للأسف بيعطوا مبلغ كتير صغير وبيقللوا وبيقللوا وبيطلبوا منك انتاجية أكبر بكتير العمالة التركية المعربي عطين حرية للممثل نعم أنه عنده شخصية تقدمت بتركيا بدي يقدمها مثل ما هي يعني نحن شفنا مثلا بالخائن سلافة معمار مثل جان سوديري عنده حركة الشعر بدأت تعملها دايما لكن عنده مساحة اللعب بالانفعالات وبالعواطف بالنبرة وبطريقة النظر إلى الممثل والتواصل معه وبالصرخة وبطريقة التحكم بخيمة الصوت عنده هذه المعالم في الوجه الأدوات متوفرة كي تلعب بها كما تريد هيك قالت سلافة كمان معمار واليوم أيمن زايدان لعب دور شخصية العميل بطريقة شوي مختلفة عن الممثل التركي استخدم أدواته الخاصة يعني أنت عندك مساحة للأدوات وعندك أجر جدا عالي طيب ليه بتعاتبوا الممثل لما بيروح لهيد الأعمال إذا أنتوا ضمن الصناعة المحلية ما عم تقدموا له الشروط ما رح قول نفسه نصف هذه الشروط أو هذه الامتيازات ليكونوا مرتاح بالعمل هيدا اللي قاله القدير أيمن زايدان وأنا باعتبر مشاركته إضافة كبيرة لمسلسل العميل ومنى معيبة بحقه أنه يجرب بساحة مختلفة ملعفية قبل بمرة ساحة الأعمال التركية المعربية جرب هيدا الساحة وأخذ مبلغ كتير محترم وكفاء هذا المبلغ يمكن عن كذا عمل إذا بدي عمل كذا عمل ما بيوصل لهيدا المبلغ واكتسب ضو جديد أو محطة جديدة من مسيرته لأنه شئنا أم أبينا هيدا الأعمال التركية المعربية عم توصل لفئة كبيرة من المشاهدين العرب يعني سلافة معمار لما عملت الخائن ورجعت عملت أولاد بديعة أولاد بديعة قد يقول أو قد يتفق النقاد على أنه عمل أهم أو على المستوى الفني لكن الخائن على المستوى الجماهيري كان أعلى شعبيا رغم كل النجاح اللي عملوا أولاد بديعة فوتوا على جوجل عملوا مقارنة بين عمليات البحث تبع الخائن وعمليات البحث تبع أولاد بديعة بتلاقوا الخائن أعلى مع أنه أنا قناعتي بشوف الخائن أهم لأنه قدم طرح نفسي اجتماعي عاطفي لم يقدم من قبل وأنا كنت متابع النسخة التركية فكنت جدا معجب بطريقة عرض هيدا العمل حتى بالنسخة البريطانية والكورية كمان الأصلية على كل حال هيدا العمالة التركية المعربة عم تاخد نجاح كتير كبير وهون بدنا نضوي على باس الخياط قدي حيكون ناجح بتأدية شخصية إزال محل كينان أوغلو عمار الكوسوفي وإزال بمسلسل إزال هذا الممثل التركي المبدع المتقن لأدائه هذا الممثل الذي يجسد بكل انفعالاته يعني شفناه بهذه الشخصيات اللي بده قوة بدنية وقوة انفعالية كيف قدمه بأفضل طريقة ممكنة فاليوم العيون على باسل اللي هو كمان عنده قوة انفعالية بأدائه وعنده طريقة هيك يمكن أبرع من غيره بهذه الكاركترات هذه الكاركترات إذا نفكر بإزال مين بين بين العرب بدنا نحط باس الخياط إذا نحدد ممثلي سوريا بدنا نحط باس الخياط لأنه هو أقرب بإذا نحط هيك مراجعة سريعة للأرشيف طبعه أقرب بالأدوات وأقرب بطريقة تجزيد الشخصية أو تقارب الصفات الصفات الشخصية مع صفاته أو صفات الممثلة اللي فيه منلاقي باس الخياط هو الأقرب لدور إذا فباس الخياط صار موجود أكتر عبر مواقع التواصل منلاقيه عم بيعمل دعايات أكتر عم بيبين أنه موجود باحتفاليات وفعاليات كبيرة قبل كان حضوره خجول نوعا ما وهي دا ضروري نحن بزمن مواقع التواصل الاجتماعي عفوا ضروري الممثل يكون له حضور كتير كبير وهون ما نحكي عن حضور كمان شخصية بعيدا عن التمثيل بعيدا عن الفن بس إلا أم هي من أكبر الفنانات عم نحكي عن شام الدهبي هيدا الفتاة الناجحة جدا السيدة صارت متزوجة السيدة الناجحة جدا بمهنتها عندها حضور وازن على مواقع التواصل الاجتماعي قوية جدا من الداخل يعني في عندها نجاح عندها ثبات عندها توازن ما علي سمحونا الأمراض كتير عم بتصير عنا بلبنان بسبب العامل التقص هلا في عواصف فعندها عندها توازن عندها قوة عندها إرادة وعارفة شو بدها تقدم منا شخصية مضطربة منا شخصية غير متوازنة رغم أنه إما أصلا نصري انفصلت عن بيا أيمن الذهبي لما كانت صغيري يعني رغم أنها ربيت مبان الوالد ومبان الأم أكيد أغلب الوقت مع الأم والأم تزوجت طارق العريان وأنجبت رجعت وفصلت عنه لكن كل هذه التجارب ما أثرت على اتزانة وهون من أكد أنه أصالة نصري هي أم رائعة لأنه عرفت تنمي شخصية بنتها تقوي شخصية بنتها مع أنه الانفصال ما أنه سهل أبدا على البنت وعلى الابن يعني بذات الوقت أنا ما رح فرق بيخلق نوع من الترامة الدفينة العميقة بداخل الشخصية يعني هيدا صعب كتير التعامل معه من قبل أصحاب القرار اللي يودوا لهيدا الترامة يعني إن كان البي أو الأم دورهم كمنفصلين كتير أكبر عليهم من دورهم كمتزوجين بذات المنزل كيف بدهم يخلوا هيدا الانفصال ما يأثر على توازن شخصية أولادهم وهون شخصية شام لأنها متوازنة هون منلاقي أصالة أنه ربيت فعلا عرفت توازن شخصية بنتها عرفت تخليها تعتمد على حالة تخليها تكون قوية جدا تخليها تتجنب كل ما يتعلق بالانفصال وما بعد الانفصال والمشاكل اللي ممكن هي حتى تكون اتعرضت لها بحياتها أصالة أم رائعة وهذا موضوع يتطفق عليه الغالبية العظمى من بين المتابعين رح ننتقل لموضوع لفتني كمان عن ديانا كارازون الفنانة الأردنية نزلي فيديو مع بنتها سلمة ومن بينتها وهي مش أول مرة بتعرض بنتها بدون ما تبينها ومش هي بس في عدد من المشاهير بيعرضوا صور أبنائهم يا بيخفوا الصورة يا بيعرضوا الصوت يعني بيبينوه بالخلفية يعني بيكون طالع صوت الولد بس مش مبين قدام الكاميرا يا بيبينوه من تحت الراس يعني كرميل ما يبين كله سوا ديانا زميلتا الفنانة اللي كمان كتير من حبها رويد عطية اللي كانت معها بسوبرستار عم حاول تذكر ميريا مفارس ما كانت كتير تعرض هلأ صارت تعرض فيه فنانين ما بيعرضوا أولادهم وفيه فنانين آخرين بيعرضوا دايما أولادهم نانسي عجم بتعرض أولادها بشكل طبيعي ميريا مؤخرا صارت تعرض أولادها بشكل جدا طبيعي كمان فبالتالي نحن عم نحكي عن فنانين هلأ بدي روحها تركيا فهرية أفجان وزوجها بوراك كيفانتش مهند صار يعرض ابنه بالإمن الأخيرة كمان الظاهرة مو شابهة فيه ناس بيعرضوا فيه ناس لا وهون سؤالي هل أنتوا مع أنه الابن المشهور يعرض يعني يوجه يعرض بشكل واضح أو لا يعني أنتوا مع أنه يتم عرض صورته أو أنه بس يكبر بيسألوا البي والأم كمان ابن نيكور سابة أو بنت نيكور سابة ويوسف الخال هون كمان أنا تذكرت مرة قالت نيكور سابة أنه بتترك الخيار لإله بس تكبر إذا هي بدأت تبين أو لا فهي بس تكبر أو الولد بس يكبر برأيكم هو اللي بيحدد أنه يظهر أو لا لأنه هو بالنهاية إذا الولد عيش مع رفقاته رفقاته أكيد معظمه بالمدارس عنده مواقع أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بذات الوقت إذا بدك تترك الولد بعمر صغير على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بدك سيطر عليه أو تعمل فول كنترول أو مراقبة هون بدنا يمكن نستعين بأخصائية أو بأخصائي حول هيدا الموضوع قدي بيقدر البي أو الأم يظل بعملية مراقبة غير تحكم كامل يعني بدون ما يتحكم بشكل كامل بدون ما يقمع الشخصية بس عم بيراقب كل التفاصيل بعتد أيدي مهمة صعبة يعني الحكي حول هيدا الموضوع سهل التنفيذ اليومي مش أنه تنفذ مرة وخلص بدك تتابع جدا صعب خصوصا إذا كان ابن مشهور يعني إذا ابن مشهور بعتقد القصة حتكون أصعب كتير لأنه حيكون محاط بالأضواء يعني وقدي سليم أنه ابن صغير يكون محاط بالأضواء كرمال هيك يمكن قرار ديانا كارزون قرار رويدعطية قرار عدد من النجوم بمحله وقرار نانسى عجرة بمحله لأنه عرفت كيف تبين بناتها يعني بتبينهم عبر حساباتها مش عملت لهم حسابات لقلهم على مواقع التواصل يعني هن كلهم بيظهروا على حساب نانسى عجرة هيدا مجموعة من القضايا اللي أنا حبيت اطرحها معكم اليوم بس بيبقى في قضية هيك سريعا بدنا نقولها بنهاية الحلقة أنه لبنان بلدي عم بيتعرض للاعتداءات المستمرة من قبل العدو وفيه يوميا حصيلة مرتفعة من الذين يرحلون وهن بشكله لقلنا أكبر خسارة بد منكم تصلوا لبلد لبنان لي يتجاوز هيدا المرحلة الصعبة اللي عم نعيشها بشكل يومي على أمل يرجع هالبلد ونرجع نحنا كمان أقوياء من الداخل عم نجرب نتابع نشاطاتنا قدر المستطاع عم نجرب نتابع حلقاتنا معكم قدر المستطاع لكن بصعوبة صدقوني بصعوبة بالغة جدا الله يحميكم وما تنسوا تتابعوا موقعنا www.kulesmak.com إلى اللقاء كوليس مع بعض المشهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة